نجاوب على سؤال بيقول أنا متزوجة من عشر سنين ومعي تلات بنات ومشكلتي إن زوجي سيء الخلق لدرجة إنه بيسب الدين أعوذ بالله طول ما بناتوا قاعدين معاه طبعاً أعتبر ده مجاز مش أقعد يقب لكن أعوذ بالله حاجة خصلة سيئة خالص ده غير إهانته ليا قدامهم على طول بألفاظ قبيح مع العلم إن أنا بعمله أفضل معاملة بس هو طبعه كده وأنا مش قادرة أستحمل وبفكر أنفصل طبعاً إيه ما جاء وسألتنيش السؤال إيه عايزة تقولي دليني أعمل إيه لا أنا مش شايف إن انت تنفصلي مش لإن أنا ولا عايز بالله بأقبل سب الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله ولا أقبل عليك الإهانة ولا إن حد يقولك الكلام القبيح ولا إنه ويكسر خاطب بناته لكن أنا دايماً بقول في هناك خطوات قبل الذهاب إلى المأزون وأنا أكره إن الناس يعني أكره إن الناس تذهب إلى المأزون مرتين يعني قبل ما نروح للمأزون إحنا عندنا خطوات ثلاث خطوات لازم نعملها الخطوة الأولى هو الجلوس مع الزوج والمصرح الخطوة التانية إن إحنا نراجع الزوج ونذكره بإن أولاده بيتضرروا وبيتئزوا وحبزة لو إن في حد من صاحب التأثير يتدخل ويكلموا الخطوة التالتة إن إحنا نذهب للخبير لما ما يصلحش معاه الناس اللي هو بيحبهم ويؤثروا فيه وما يصلحش كلام زوجته معاه يبقى عندنا ثلاث خطوات خطوة الأولى زوجته تتكلمه وتذكره بالله بشكل لطيف تختار الوقت وتختار الأسلوب وتختار الألفاظ وتختار كل حاجة تاني حاجة نجيب الشخص اللي بيأثر فيه ويكلمه تالت حاجة نروح للخبير ده قبل كله كل ده قبل الطلاق ما ينفعش إن أنا مرة واحدة كده أروح للطلاق لا ما ينفعش فعشان كده أنت لما بتقوليلي أنا متجاوزة وهو ده حاله فأنا عسألك على طول عملت إيه من الخطوات اللي احنا تكلمنا عنها على قعدت معاه وكلمتيه عتقوليلي هو ما يبطئش إن أنا أكلمه كلميه بطريقة تانية حضرتك جربتي عشر سنين تكلميه بنفس الطريقة ويا طريقة أنا شايفاك مش مالي عيني أنا شايفاك شخص قليل الأخلاق قليل الأدب طب هو يقعد معاك إزاي وهو حاسس إن أنت أهنتي ده مش لوم ده طريقة للاتزان تخليك تفكري في حالك وتخير أسلوب بتاعك عشان تبقى أديتي الواجب اللي عليك والأمانة اللي أوضعها الله سبحانه وتعالى في قلبك على فكرة لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رائيتي الرجل راعا وهو مسؤول عن رائيتي والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رائيتها المرأة راعية لجزها يعني جزها من رعيتك يعني جزك من رعيتك اللي أنت بترعيها جزك وهو في البيت ممن ترعيه وعشان كده لازم تسعديه إن هو يخرج من آفاته وتخرج أحسن ما فيه بتعملي إيه؟ أنتو بتكلميه تختاري أربع حاجات الزمن اللي عتكلميه فيه الأسلوب اللي عتكلميه بيه الألفاظ اللي عتكلميه بيها كمان لازم تختاري كمان الحالة اللي هو بنتكلم فيها ما تجليش وهو فرحان وهو بيعتبر من الكلام ده تكلام مؤذي وتقول له بقى أنت فرحان بقى تعال نكد عليك لأ هنختاره أسلوب أنا حاسة إن أنت فرحان وربنا يديم عليك السعادة وإحنا كلنا بنحبك وإحنا عايزين نبقى دايما سعاداء كده وربنا يديم علينا فرحتك كده ونشوفك مبسوط ومرتاح وإنا حاسة كده إن أنت برضو هتبقى فرحان وإحنا فرحانين معك ونبتدي نتكلم إنت عارف إحنا قدي بنحبك وعشان كده ما بنحبش إن أنت تقول لنا كلام إحنا عارفين إن أنت ما بتحبوش أنا كده خلاص هو الشخص الآن محرج مش هيقدر يتكلم كلام هتقول لي لا ده وحش وممكن يتكلم معلش نجرب نجرب لله ويبقى بنعينه على نفسه الأمر بالسوق وعلى شيطان يبقى خلاص كلمنا جايش النادية نروح نجيب حد ليه تأثير عليه يطلع خاله ويطلع عمه ويطلع ابن عمه ويطلع صاحبه ويجلس معاه ويكلمه لو كان حكيم مش شخص ما نستأمنهوش على بيتنا لا لازم يكون حد من الأسرة من محوض الأسرة يكلمه عشان يخلي يقدر يغير فيه ويأثره ويأثر فيه عشان يقدر يعمل الأشياء الحسنة آخر حاجة نروح للخبير فأنت بتقول لي لي أنفصل بقولك لا اعملي الثلاث خطوات اللي أنا بقوله من حضرتك يا سادة احنا النعاردة تكلمنا في حديث هو ومليان بالجمال مليان بالنور ويكفي بس أن هتفضل إيدينا كده لما نيجي نبص فيها نفتكر خمس معاني اللي قالهم من حضرت النبي حضرت النبي قال مين ياخد عازل خمسة فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن وإحنا تعلمناه من حضرت النبي اتعلمنا حلاوة وجمال أن احنا نتقي المحارم فنلبس توب ونربس إكليل من أنوار التقوى وتعلمنا كمان أن احنا نرضى بما قسم الله لنا عشان نبقى أغنى الناس فيحصل لنا امتلاء بالنور وامتلاء بالبركة والسرور وتعلمنا كمان أن احنا نحصل للجار عشان نكون من أهل الإسلام ونحسن ونحب الخير للناس عشان نبقى من أهل الإيمان وتعلمنا في الآخر أن احنا نكون من أهل الاتزان لما نقلل ضحكنا على نفسنا ونقلل الدحك عشان ما نبقاش أشياء مش حقيقية لما نعيش بالخمسة دول نعيش مع حضرت النبي اللي عمره ما قال لنا ولا دلنا إلا على كل حاجة فيها رحمة وخير وجمال يا رب اجعلنا دائما ممن يعيشون في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف لهم عن جنة الدنيا وعن جمال الحياة الذي يكون مع درة الحياة وأجمل ما في الحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيب مولاه يا رب اجعلنا دائما في صحبة حضرة النبي عشان يدخلنا على حضرتك حضرة الجمال وحضرة الأنوار والبركة ويجعلنا يا ربنا من أهل النور وانشر في قلوبنا السرور دائما يا مولانا يا كريم يا ودود يا غفور يا رب العالمين موسيقى اشتركوا في القناة